السلام عليكم ورحمة الله و اهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم اصناعيها بنفسك لتعليم الكروشي والاعمال اليدوية مع كوراشا و ان شاء الله النهاردة هنشتغل مع بعض وحدات صغيرة جدا و جميلة جدا نقدر طبعا نستخدم فيها الوان كتير اي لون نقدر نستخدمه يعني النصق الواننا ويفضل طبعا زي ما بقولك كل مرة نستخدم خيوط تكون بنفس السمك علشان ما تتعبناش في التقفيل والحجم النهائي طبعا اه لعمل الكروشي ككل انا معايا هنا الالوان دي اه خيوط هيمالايا هيمالايا افريدي يعني علشان برضو لو اشتغلت الوحدات دي بنفس الخيوط وانا اسمع بعض برضو حجم الوحدات في النهاية الوحدة صغيرة جدا هنشتغل الوحدات مع طريقة التشبيك هابتدي باللون ده وده سمك الخيط هو خيط متوسط او الخيط خيط متوسط السمك ومعايا ابرى رقم اربعة ملي متر وتقدروا في الوحدات دي تستخدموا اي سمك خيط على حسب الخيط اللي هتستخدموه هيطلع لنا حجم او مقس الوحدة في النهاية هنبدأ الوحدة بتاعتنا اشتغل الاول الوحدة وبعد كده نشوف طريقة التشبيك هي الوحدة سهلة جدا عبارة عن دور واحد هبدأ الوحدة هنا بدايرة سحرية بسيب جزء من طرف الخيط يعني تقريبا كده عشرة سنتي بالكتير قوي معايا الخيط بلف لفة واحدة كده دايرة سحرية هشتغل كمان دايرة عليها بالشكل ده كده بقى معايا لفتين خيط دايرة سحرية من لفتين خيط وباخد الخيط وباشتغل تلات سلاسل على طول باشتغل اول عمود عندي تلات سلاسل دول هاعتبرهم اول عمود قوم كميلة شغل هنا جوه الدايرة العمود التاني هنشتغل اعمدة بلفة واده العمود التالت كده اشتغلت تلات اعمدة واده العمود الرابع وخمس اعمدة اشتغلت خمس اعمدة دي هتبقى المجموعة الاولى طبعا الوحدة واخدها شكل مربع ونركز هنا هارتفع خمس سلاسل الخمس سلاسل دول هارجع بيهم هنا للعمود رقم خمسة وهاشتغل ورزة بيكون تحت لفتين الخيط ولسه هقررها معاكو تاني دلوقتي وباشتغل منزلك او بالشكل ده الوحدة هتاخد شكل مربع وهارجع تاني هشتغل مجموعة جديدة خمس اعمدة بلفة واده العمود التاني والعمود التالت اربع والعمود رقم خمسة كده اشتغلت المجموعة التانية انا مفروض اشتغل اربع مجموعات وخمس سلاسل وهارجع تاني اشتغل بالخمس سلاسل دول غرزة بيكون هنا تحت لفتين الخيط دول ده طوال العمود رقم خمسة طبعا انتو هتشتغلوا علشان تشتغلوا مشروع كورشية تحتاج وحدات كتير جدا بس شايفين الوحدة ما بتاخدش وقت خالص في شغلها هكمل بنفس الطريقة كده وهارجع لكم علشان نشوف مع بعض طريق التشبيك الوحدة في باقي الوحدات وخلاص كده انا خلصت الوحدة وهقول لكم على حاجة دلوقتي بالنسبة لخيط البداية خلاص انا خلصت كده خمس اعمدة بلفة اخر مجموعة رقم اربعة المجموعة الرابعة هرتفع الخمس سلاسل بتاع غرزة البيكون اجي خمس سلاسل وهشتغل بيهم غرزة بيكون في العمود رقم خمسة تحت لفتين الخيط وبنشتغل غرزة منزلق كده خلاص انا خلصت الوحدة هقفل الوحدة في اول تلات سلاسل انا ارتفعت بيهم واضحين جدا التلات سلاسل بعد واحد اتنين تلاتة وبدخل في السلسلة التالتة وبشتغل غرزة منزلق بنروح كده في السلسلة التالتة وناخد الخيط ونشتغل غرزة منزلق كده خلاص انا خلصت الوحدة وفي حاجة عايزاكوا تاخدوا بالكم منها بالنسبة لخيط البداية انا في الاول قلتلكوا هنسيب طرف من خيط البداية او هو الخيط ده ده بنسيبه في النهاية خالص بعد ما بنخلص الوحدات بنتحكم في مقاس الجزء اللي هنسيبه مفتوح في المركز بتاع الوحدة لان طبعا الجزء ده بيبقى مهم واساسي مش عايزين واحدة يبقى الجزء اللي في المنتصف جزء مفتوح زيادة عن اللزوم وجزء مقفول فطرف الخيط ده هسيبه كده في النهاية ونتحكم فيه زي ما احنا عايزين نقفل الوحدة او نسيب الجزء اللي في المنتصف مفتوح يعني دي خطوة بنسيبها للاخر ودلوقتي بعد ما خلصت الوحدة الاولى وحدة مكتملة دي الوحدات اللي انا اشتغلتها هشبك فيها وحدة تانية طبعا هتبقى وحدة غير مكتملة اجيب وحدة غير مكتملة ونشبكها في الوحدات دي لكن طبعا اول وحدة معنا في الشغل بتبقى وحدة بنشتغلها من البداية للنهاية تعالوا نقيس الوحدة اللي اشتغلناها مع بعض برضو نشوف المقاس بتاعها اهل مصدرا نقيس الوحدة زي ما قلتلكو طبعا هي وحدة صغيرة لو استخدمت نفس الخيط اللي انا استخدمت ده خط هيملايا ده مقاس الوحدة 4 سنتي يعني هيبقى معاكو وحدة 4 سنتي ف4 سنتي وحدة طبعا صغيرة عبارة عن دور واحدة هتشتغلوا وحدات كتير بالالوان اللي انتوا عايزينها وهتشبكوا بالطريقة اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي هجيب وحدة غير مكتملة وهنشبكها هنا من جانبين شايفين هنا اطراف الخيوط سايباها كلها هخلصها في النهاية كلها مع بعض علشان اتحكم في الفراغ اللي في المنتصف بالطريقة اللي انا عايزاها وبعد كده هقفل الوحدات كلها مرة واحدة وزي وحدة غير مكتملة بدأت طبعا الدور الاول بنفس الطريقة ارتفعت الثلاث سلاسل ووراهم اربع اعمدة ودي البيكو خمس سلاسل وكمان مجموعة جديدة خمس اعمدة هشبك هنا من جانبين هشبك من عند الاعمدة ومن عند غرزة البيكو هنشبك هنا من جانبين علشان برضو تعرفوا تفاصيل تشبيك كلها من غرزة البيكو من عند الاعمدة ومن غرزة البيكو دي زي ما احنا متعودين بنشبك بطريقة الاكس لكن هنا هنشبك الوحدة في الوحدة اللي فوقها على طول دلوقتي مفروض اشتغل الخمس سلاسل بتوع غرزة البيكو هشبك هنا في الفراغ المقابل او في البيكو المقابلة هرتفع سلسلة اتنين بس وهاجي عند السلسلة التالتة هشتغلها من جوة الفراغ بتاع غرزة البيكو المقابلة لها بدخل كده جوة الفراغ وبيخد الخيط واشتغل السلسلة التالتة بعد كده بعد اربعة خمسة كده خلاص اشتغلت الخمس سلاسل بتوع غرزة البيكو في الدور بتاعنا بارجع هنا في العمود رقم 5 تحت لفتين الخيط وباشتغل غرزة منزلقة بنقفل يعني الغرزة بتاعت البيكو اهو بالشكل ده ونكمل شغل كده شبكنا غرزة البيكو في غرزة البيكو هكمل هنا الاعمدة بس هشتغل هنا في الاعمدة دي اللي هشبك فيها هشتغل تلات اعمدة يا دي العمود الاول طبعا انا بشتغل هنا خمس اعمدة ويا دي العمود التاني والعمود التالت وهوقف هنا شغل اعمدة لان انا هشبك العمود التالت في العمود التالت المقابل ليه طول ما احنا شغالين في خطوة التشبيك عايزين الوحدات مفروضة قدامنا آآ يعني على اي حاجة مسطحة نبقى شايفينها كويس علشان نشابك صح ادي الخمس اعمدة انا محتاجة اشتغل هنا في العمود التالت من المجموعة دي فاحنا هنا بنعد ادي الخمس اعمدة بعد واحد اتنين تلاتة وعند العمود التالت بدخل بالابرة وباسحب الخيط من العمود التالت اللي انا اشتغلته في الوحدة الغير مكتملة وما نخليش الخط مستريح في الخطوة دي يعني برضو ما نشدوش زيادة عن اللزوم علشان مش عايزين بعد ما نشبك يبقى فيه فراغات ما بين الوحدات ادي العمود الرابع والعمود رقم خمس وكده خلاص انا كملت المجموعة خمس اعمدة بلف شبكت الاعمدة في الاعمدة وفي البداية شبكت البيكو في البيكو ده شكل التشبيك نيجي دلوقتي للتشبيك بتاع الزاوية بارتفع اتنين سلسلة وباجي عند السلسلة التالتة زي ما اتفقنا هنشبك في الوحدة اللي فوقها الوحدة اللي فوقها على طول باخد الخيط واشتغل السلسلة التالتة بعد كده اربعة خمسة وهتشوفوا برضو شكل اللي التشبيك كده بيدي شكل مميز بعد ما هنخلص هتشوفوا شكل الوحدات الجزء اللي في المنتصف بدخل تحت حلقتين الخيط بنراحة كده وبسحب الخيط وبقفل غرزة البيكو بغرزة منزلقة وكده خلاص اشتغلت غرزة البيكو خلصت تشبيك في الوحدة اللي فوقها هتنقل دلوقتي للوحدة اللي جنبها وهرجع اشتغل تلاتة اعمدة بلفة بس هبدأ شغلي في المجموعة العمود الاول والعمود التاني والعمود التالت وبس كده برفع الابرة اشتغلت تلاتة اعمدة واروح لنفس العمود بنفس الترتيب العمود رقم تلاتة في المجموعة المقابلة لها ايه دي الخمس اعمدة بعد واحد اتنين تلاتة بدخل هنا في العمود التالت بشد الخيط وبسحب الوحدة التانية وبرجع اكمل شغل في الوحدة بتاعتي اشتغل العمود رقم اربع والعمود رقم خمسة واخدين بالكو هنا انا هنا اشتغلت بلونين بس بعد ما هتشبكوا وحدات كتير بالوان مختلفة يعني النتيجة بتبقى جميلة وحدات الصغيرة دي ليها جمال خاص في اعمال الكروشي خصوصا طبعا لو كانت الوانها آآ جميلة ومبهجة ومتنسقة طبعا مع بعض كده انا معايا اربع وحدات شبكتهم في بعض طبعا بتشبكوا اي عدد من الوحدات بنفس الطريقة كده شايفين الجزء اللي في المنتصف كل واحدة بنشبكها في التاني وفي النهاية بعد ببنخلص ايدي اطراف الخيوط كلها معايا هنا بقى نتحكم في كل واحدة نشد الخيط في كل واحدة بتاع خيط البداية او الدايرة اللي اشتغلناها في البداية زي ما احنا عايزين بس يعني يفضل ما نقفلش الجزء اللي في المنتصف ده زيادة عن اللزوم باشتغل اتنين سلسلة وخلاص فاضل عندي اخر غرزة بيكو بدخل هنا جوه غرزة المقابلة ليها في الفراغ بالشكل ده وباخد الخيط اشتغل السلسلة التالتة وبعد كده اربعة خمس كده خلاص اشتغلت وكده خلاص انا هقفل الوحدة وما ننساش الاول بنقفل غرزة بنقفلها بغرزة منزلقة وكده خلاص بنقفل الوحدة بتاعتنا في اول تلت سلاسل انا ارتفعت بيهم ادي تلت سلاسل بعد واحد اتنين تلاتة وبدخل في السلسلة التالتة وباشتغل غرزة منزلقة وبنشتغل سلسلة في النهاية قبل ما بنقص الخيط وطبعا عندنا اطراف الخيوط بتاعت كل واحدة اشتغلناها يعني بتشوفوا الطريقة اللي بتفضلوها طبعا في التخلص من اطراف الخيوط تمرروها ما بين الغرز او تخيطوها بخيط خياطة يكون نفس اللون يعني الطريقة المفضلة عندك وحدات جميلة وبسيطة جدا جدا مناسبة للمبتدئين اه وكمان تقدروا تعملوا بيها مشروعات كروشي صيفي او شتوي اه ملابس مفارش تنفع لحاجات كتير جدا تنفع لشاء الكروشي وطبعا بتنصاكو الالوان زي ما انتو عايزين يعني على حسب ما انتو عايزين تخدموا مشروع الكروشي اللي انتو بتعملوه ان شاء الله تكون الوحدات عجبتكو تستفيدوا من الفيديو وكمان تستفيدوا من كل الفيديوهات اللي موجودة على القناة والحد ما نتقابل في فيديو جديد هسيبكم فرعات الله شكرا شكرا